لكن ماذا عن فضل أيام التشريق واليوم هو اليوم الثاني طبعاً من أيام التشريق طبعاً هذا اليوم هو يوم النفرة الأولى نعم الله سبحانه وتعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات اللي هو الثاني عشر وثالث عشر والحادي عشر هذه أيام التشريق بعد العيد فقال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى إذن التعجل الذي قصده الله سبحانه وتعالى وأشار إليه في هذه الآية هو هذا اليوم يوم الثاني عشر هو يوم التعجل والناس أو الحجاج في بيت الله سبحانه وتعالى يطوفون هذا اليوم ويذكرون الله سبحانه وتعالى برمي الجمار بطواف الوداع بطواف الإفاضة وسعي الحج لمن أخره إلى هذا اليوم فهي أعمال كثيرة لكن نشاهد بأن هذه الأعمال أو هذا اليوم الفاضل الذي فيه هذه الأعمال من أعمال الحج يوم فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وأيام الله سبحانه وتعالى كلها ذكر لكن جاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروى ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى فنحن في هذه الأيام نرفع هذا الذكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله العمل نرددها في مشاعرنا من الحجاج ونرددها في جميع بلاد المسلمين في مساجدهم أدبار الصلوات بأننا نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله العمل إذن الله سبحانه وتعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا وللحجاج جميعا ولكل مسلم هو أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا خلقنا لعبادته وأعظم العبادة هي الذكر كما جاء في ذلك أحادث كثيرة ونصوص تواترت بأهمية الذكر وأنه أعظم العبادة فهذا اليوم هو من أيام الذكر الله سبحانه وتعالى الحجاج عندما يأتون إلى رمي الجمرات هذه الشعيرة التي لها هذه الصورة المعروفة التي رأيناها يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورأها الصحابة ورواها ولنا ونحن نكررها إنما هي أذكار لله جل وعلا نحن نرمي ونقول الله أكبر الله أكبر فنرمي هذه الحصايات السبع للصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد أن نرمي الصغرى اليوم نرميها ونتوقف ونستقبل القبلة ونذكر الله كثيرا وندعو الله كثيرا وهي من المواضع الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ظل فيها يدعو ويلح في الدعاء بعد رمي جمرة الصغرى اليوم بسبع حصايات يقف الحج ويستقبل القبلة ويستغل هذا الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يذكر الله فيه ويدعو فيه إلا ينبغي أن نستغل هذا الموقف فهو من مواضع الإجابة ومواضع الدعاء ومواضع الذكر ومواسم الخيرات والعطاء من رب كريم سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يرمي الجمرة الوسطى وبعد أن يربيها بسبع حصايات يكبر مع كل حصاد برفق ولين وخشوع وتدبر الله أكبر الله أكبر لا نريد العنف لا نريد التدافع في كل الأحوال ينبغي أن يستشعر الحاج هذا المعنى وهو أنه يذكر الله سبحانه وتعالى